تخيل حضراتكم تخيلوا حضراتكم ان النهاردة انا معرفش الخبر ده صحيح ولا مس صحيح ومش من المفترض ان انا اتكلم في مثل هدي الامور ولكن يعني ايه دي هتم تسريب خبر ان الفار ممكن ما اشتغلش كل الدنيا ضد يعني او كل مش عايز اقول كل الناس ضد النادي الاهل ان هو لقدر الله يحصل حاجة بكرة لا كل الناس عايزة فرقة تانية تكسب وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام كل حاجة يعني ايه يتم تسريب خبر كل ما تيجي تسأل يقولك انا مش عارف الخبر ده صحيح ولا مس صحيح الخبر ده بقى لنا تلات اربع ساعات بنحاول نسأل عن الخبر ده ومحدش بيقولك اجابة عارفين ليه ان هما خبروا متصرب وبيرموه ولو حصل قدر الله حاجة بكرة يقولك ايه ما احنا قلنا هو لكن والنادي الاهلي برضو انت بتتعامل مع مؤسسة كبيرة جدا قامت النادي الاهلي عمل ايه نزل بيان بعدها ما فيش بنص ساعة قالك ايه بقى قالك يا جماعة انا ما جاليش مكتبات بتقولي ان انا اكمل المطش لو الفور ما اشتغلش هو ده النادي الاهلي هو ده اللي بيعمله مجلس قدرة النادي الاهلي اللي تقريبا متواجد بكامل المجلس متواجد في المغرب باستثناء واحد او اتنين لزروف طبعا لكن زي ما حضراتكم شايفين وهو ده دايما اللي بنتكلم فيه وهو ده دايما اللي بنقوله حنفضل وراء فريقنا وحنفضل في ظهر فريقنا ومش هيفرق معنا حاجة شكرا